السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. آآ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن آآ البلد سكشن بلد لطب باني سويف. اول حاجة هنتكلم ازاي بنحضر آآ شريحة اللي احنا بنشوفها تحت الميتروسكوب شريحة البلد او البلد فلم. ازاي بنحضرها? آآ اول حاجة زي ما احنا شايفين كده في الصورة بناخد آآ يبقى نجيب آآ بريك كده دبوس كده ونقيه ونشك الصابع كده ونجمع آآ الدم نقطة دم صغيرة نحطها على آآ الشريحة. آآ دي نقطة دم اهي صغيرة على الشريحة بالمنظر ده. بعدين اعمل ايه? اجيب شريحة تانية نضيفة. وابدأ احطها على نقطة الدم. اجيب كده شريحة نضيفة وحطها على نقطة الدم كده هنا. هنا يبقى اجيب شريحة نضيفة وحطها هنا. وابدأ ازقها. افرد نقطة الدم. شوفوا اتجاهها هي اتجاه بزاوية خمسة واربعين. آآ واشدها كده ازقها فايه? فالدم نقطة الدم دي تتفرد. وانا محتاجة الفردة دي ليه? عشان خلايا ما تبقاش فوق بعضها. انا عايزة الخلايا ما تبقاش فوق بعضها واقدر اشوف كل خلايا لوحدها كده. يبقى اول حاجة اجمع نقطة بسيطة من البلد عن طريق وبعدين آآ ااخد بعد كده اضروب 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 اه ازقها ناحية السرفس الصفحة بتاع الشريحة اللي هي الاولانية كل ده عشان اجيب موجودة تبقى الدم مفروض على الشريحة بعد ما الدم يجف وينشف على الشريحة ازبغه بقى ازبغه بالسبغة ممكن ازبغ باللشمنستين ممكن اتش اندي استين واعمل ايه رنز كده واخصلها وبعدنا اغطي بكافر اه جلاس كده اغطي الشريحة عشان تفضل عايشة معي فترة طويلة تحت الميكروسكوب بقى هشوف ايه في البلاد سمير المسحب بتاعت الدم او فيلم الدم ده هشوف في ايه هشوف اجزاء الدم هشوف 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 دي حاجات هشوف هيبدأ بقى هنا نتكلم عن الايه الاربيسيز الاربيسيز طبعا او هنا صورة يعني لها في كده اه بتبقى زي الصورة اللي قدامنا كده بتكون اه اه يعني مكعرة من الجانبين بالشكل ده اه ديئة من السنتر ووايد من في الاطراف بتبقى متسعة شوفوا ده طيب عارفين عارف انا بشوف بها ساعات زي الغريبة كده لو تعرفوا كحكة والبسكوت بقى الغريبة الغريبة بتبقى في النص كده ايه مدورة وفي النص بتبقى فيها حتة داخلها الجوة كده ساعات ممكن نحط فيها بقى هنا اي حاجة يعني بتزينها او كده فهي شبهها بالزبط كده ومن النص شوفوا السنتر بتاعها داخلها الجوة من السنتر شوفوا دي بقى اللي موجودة هنا دي عاملة ازاي شبه المنجل اسماها سيكل سيكل اه شيب دي يعني المنجل عارفين المنجل فالحين كده مسلا يبقى عندهم المنجل ده يقطوع به الزرع وكده بيبقى مقوس كده فهو سيكل السيل стороныمية دي لي بيبقى انتمية اسمها قلبة انتمية خلايا الدم المنجلية بيبقى الاربسيز ش reinforce المنجل سيكل سيل كده عاملة زي المنجل دي ابل نورمال طبعا النورمال المنزывает ده طيب بتاع اربسيز هنا شوفوا هنا بيقول لك الطبيعية عاملة كده الاربسيز الطبيعية المدورة العادية دي اما المكرمشة آآ ساعات بقى لما تبقى آآ مكرمشة على بعضها كده يبقى دي اسمها تمام? يبقى ده بالنسبة آآ للصورة دي يبقى فيه اللي هي النورمال العادية والمكرمشة على بعضها دي اللي هي فيها كرمشة كده. طيب نيجي بقى نشوف انواع الوات بلاد سيلز الوات بلاد سيلز دي كزا نوع في اسمها يعني محببة تحس السيتوبلازم في نقط كده حبيبات يبقى دي اسمها جرانيولوسايت اما اللي مافيهاش حبيبات واضحة كده بقى اسمها جرانيول الله اى يعني مفيش فيها جرانيولوسا. الجرانيولوسايت على حسب الحبيبات دي شكلها ايه? حبيبات للنها احمر يبقى اسمها ازينوفيل بتحب اللون الايزين اللون الاحمر. اي عبابات مزرقة يبقى بيزوفيل بيزو بيigger توزرق kids آآ اللي اتنين روعين من الحبيبات موجودين ما فيش لون مسيطر عن لون تاني يبقى اسمها النيوتروفيل. تمام? يبقى ده بالنسبة بالثلاث انوية. النيوتروفيل مهمة اوي كمان اوصف النواة بتاعتها. بتبقى مالتي لوب ده النواة كزا فاص. يعني دي نواة واحدة مش تلاث انوية هي نواة واحدة. بس ايه? فصوص كده متفصصة وبينهم حتة كرمة نوفيعة بينهم كده. يبقى دي اسمها مالتي لوب ده ما لاقي النواة متفصصة كزا فصت كده اكتر من فصين يعني يبقى ايه دي النورمال طيب السيتوبلازم عامل ازاي اهو ريدوبلو سيتوبلازم الجرانيول بيل لونها فاتح ريدوبلو احمر وزرق فيها الجرانيول النوعين احمر وزرق عشان تلاس ما نوتروفيل متعادلة ولا هي احمر ولا هي يزرق بس لو احمر بس تبقى ازينوفيل ولو ازرق بس بي بلو ازرق يبقى بيزوفيل طب بقى ازينوفيل فكرنا البنوتة البنوتة لونها ايه تحب اللون البنك او اللون الاحمر وعندها فيونكا كده فاكرين الفيونكا فدي النيوكلس النيوكلس بتبقى شبه الفيونكا جزئين بس كات وطبعا الجرانيولزو كلها لونها احمر عشان كاسمها ازينوفيل طب البيزوفيل قلنا الولد الولد المشاكس بسمعش الكلام مش منظم اه فغالبا هي النيوكلس بقى ساعات هنا يعني بيقول يعني هي بس كده مش يعني فصين بس لغبطين كده والسيتوبلازم اللونه ازرق بقى في جرانيولز كتير ازرق والجرانيولز دي بتبقى كورس كبيرة كده حتى رجبة فوق النواي يعني محترمتش النواي ورجبة فوقها من كتر الفوضى اللي هي فيها الولد ده بيزوفيل افتكرنا الولد الغير منظم ده تمام طيب الاجرانيولوسايت اتنين ليمفوسايت وايه ومونوسايت اللي وام ليم اللي وام ليمفوسايت دي بتبقى النواة بتاعتها مدورة اه وحواليها دي اللي سمول يعني بتبقى النواة بتبقى اه غمقه ومدوره واخد مؤزم الخلية وحواليها سينريم اف سيتوبلازم شوات سيتوبلازم صغيرين وبيبقوا بالبلو ازرق فاتح كيوم شوية تريبوزوم زور حاجات بسيطة فالدون اللون ايه بالبلو ازرق فاتح. طب المونوسايت لا المونوسايت دي اه شبه النوا بتاعتها زي كيليا كده كيدني شاب تشوفوا النوا بتاعتها عاملة ازاي اهي. النواة كيدني شابت سيتو بلازم كتير ابندنت سيتو بلازم واللونه برضو ازرق فاتح ما فيش هنا جرانيولز بقى ما قلناش فيه جرانيولز احمر ولا زرق ولا الكلام ده. عشان كده اسمها ايه دي صورة تانية موضحة اهي انه بص عليهم تاني نواة متفصصة اهي ادي النواة متفصصة كزا فص شكلها كده كزا فص موجودين كده يبقى دي والحبيبات بتاعتها مش قادرة حدد ولا هي ازرق ولا احمر كده لون وسط كده. هنا الحبيبات محمرة والنواة. بالبانوتا والفيونكا والحبيبات الحمرة يبقى دي ايه زينوفيل. هنا شوفوا الحبيبات زرق وكبيرة ازاي? ووقفة عن نيوكلس كمان حتى ما احترمتش نيوكلس وقفت عليها. يبقى دي الولد الفوضوي بيزوفيل. هنا دي شايفين النواة المدورة دي. النواة المدورة كاملة دي. دي اللينفوسائل. النواة اللي شبه الكليا دي هتبقى الايه المونوسائل بس دي طبعا ايه اجرانيولر. اما هنا لو الصورة بيتكلم عن الجرانيولر فاشاور على ثلاثة بقت. ادي النيوتروفيل. ادي النيوتروفيلة هيت موجودة. قلنا شوفوا سبحان الله الانوية بتاعتها عاملة ازاي? ادي الانوية بتاعتها مفصصة كده. كزا فص. ممكن تفصل لخمس فصوص. دي خمسة هيت ودي اربعة ولا خمسة برضو كهم. فصوص كده يبقى دي النيوتروفيل. هنا في حاجة طالعة من منها كده البار بادي. البار بادي بيبقى في النيوتروفيل ماسك كده فيها عامل درامستيك كده شبه الايه? آآ عصيت الطابلة كده. ده اسمه البار بادي طالع من هاو. دي الاربسيز كل ده الايه? الاربسيز شوفوا السنتر بتاعها باهت ازاي? وايه الصغيرة دي الصغيرة دي البلاتلت. تمام? يبقى هنا دي صورة موضحة البلاتلت والاربسيز طبعا الكتيرة الموجودة دي والخلال اللي فيها النواة هي دي هنا ايه? النيوتروفيل. شوفوا بقى بالايم عاملة ازاي? شوفوا النواة بينك انها كده حبتة كده. موكل اللو بقى كده? كل فص فيها كده باين كده كل اللو فيها باين كده بالمنظر ده. وفي اآ حبيبات لونها غامق وكبيرة كده اسمها الاظروفيل الفيل كبير. الغامق ازوروفيل ازور الفيل الفيل ده كبير لونه غامق يبقى لما入thy حبيبات كبيرة وغامقة دي طيب الحبيبات بقى الصغيرة اللي لونها فاتح شوية جوا دي. دي هتبقى ايه? الاسباسيفيك جرانيولز. سباسيفيك جرانيولز. اما الان سباسيفيك لها الازروفيل جرانيولز. طب الازينوفيل البنوتة الجميلة بالفيونكا الجميلة بتاعتها دي. ادي الفيونكا طبعا النواة لازم بدونها ازرق يعني فيونكا هي. والحبيبات المحمرة دي. يبقى ده الازينوفيل. صورة تانية جميلة ادي النواة بالفصين بتوحل فيونكا الجميلة والنقاط المحمرة دي. يبقى دي الازينوفيل. شوفوا هنا بالي ام عاملة ازاي ادي النواة تحسنها حتتين كده ومهم اول منظر ده اللي بسويد جرانيول اللي ابتكرنا الفص الخاتم اللي هو اليقوطة الحمرة والخاتم اللي بسويد اللي عامل كده مغزال الشكل وفيه خط في النص ده الخط اللي في النص ده موجود كده دي حبيبات حاجة مميزة جدا للإزينوفيل لما شوف المنظر ده الحبيبات اللي فيها الخط اللي في الغامق في النص ده على طول اقول دي صورة إزينوفيل ما لغبطهش مع اي حاجة تانية طيب هنا دي صورة تانية موضحة النواة هنا اكتر من فص كده موجود كل دي كده في صوس يبقى دي النيتروفيل اما هنا النواة فصين كده بالمنظر ده وشايفين حبيبات عشان برضك ما لغبطهش مع النيتروفيل لونها فاتح اما دي الحبيبات محمرها كده يبقى دي الزينوفيل دي صورة تانية موضحة لون احمر هو باين زينوفيل المال دي اللي لونها فاتح كده والنواة اكتر من فصين كده يبقى دي النيتروفيل وكل الصغير الموجود ده وشوفوا السنتر بتاعه بهت ازاي عشان هي بايكون كيف لما تبقى بايكون كيف فالسنتر بتاعها يبقى فيها مجلوب قليل فيبقى لونه فاتح بالمنظر ده بالسنتر طب البيزوفيل البيزوفيل النواة بتاعتها برضك ممكن نشوفها هناك انها فصين جزء هوت وجزء هوت شوفوا هنا كده اجزاء منها باينا اهي تلات اجزاء دول تلات اجزاء دول ان نهيت وان وان دي النواة باينا كزا حتة هي مش نواة هي نواة واحدة بس باينا كزا حتة شايفين بقى شوفوا الحبيبات الكبيرة اوي دي ايه ده? حبيبات كبيرة جدا وغامقة كده دي صغيرة اللي جوة دي ميتو كوندريا بس هي وجلجي فيه جلجي اهو موجود بقى الحبيبات الكبيرة اوي دي دي الكورس جرانيول شوفوا الحبيبات دي ايه كله حبيبات دي ايه باينا كبيرة جدا بالايم ووقف على النواة شوفوا النواة دي النواة اهي موجودة ومتغطية بالحبيبات. حبيبات وقف على نواة احترمتهاش. المال مين اللي في الجنب دي? دي نيوتروفيل اهي نيوتروفيل بالنواة بتاعتها اللي هي كزا فص دي. تمام? يبقى ده بالنسبة للبيزوفيل. حبيبات مزرقة وكبيرة ووقف على النواة والنواة بتبقى وممكن تبقى كزا فص زي ما احنا شايفين كده. طب بقى يعني يارفيهاش حبيبات وهم هم حاكتين. الليمفوسايت ومونوسايت. الليمفوسايت اهي نواة مدورة وحاوليها شوية سيتوبلازم صغيرين دي الليمفوسايت. نواة شبه الكلية كيدنيشبت اهي وحاولها سيتوبلازم كتير يبقى ده المونوسايت. مين دي اللي النواة بتاعتها متبصصة كده ولونها فاتح النيوتروفيل. مين دي نواة بتاعتها فصين وحبيبات لونها احمر زينوفيل. مين دي الحبيبات بتاعتها غمقة وزرقة ووقفة عن نواة ما احترمتش النواة الولد الفوضوي الازرق بيزو فيه. شايفين هنا في فرق بين سمول لينفوسايت واللارج لينفوسايت. السمول لينفوسايت صغيرة. حجمها قريب من تمام? وشوفوا النواة بتاعتها بتبقى مغضى معظم السيتوبلازم. وشوية السيتوبلازم صغيرين قوي على على الحروف. اما اللارج لينفوسايت اكبر من والنواة بتاعتها لونها افتح. والسيتوبلازم بدأ يزيد اهو. يعني حيث السيتوبلازم هنا ازيد. يبقى دي لارج لينفوسايت. يبقى ملاقي الخلية تقريبا من معظمها نواة وغمقه وحواليها طبقر طيعة اول من السيتوبلازم يبقى دي لقيت لقى السيتوبلازم بدأ يجبر اكتر والنواة دخلت لجوة سنة ولونها افتح يبقى دي خلية انشط اللي هي لارج لينفوسايت اهي. اه دي اه هنا الصورة موضحة النواة غمقة وحولها شوية صغيرين كده يبقى دي الايه? آآ الليمفوسايت. بدأت تزيد اكتر اهيت النواة تفتح اكتر. آآ والاورجانيلز تزيد اكتر والسيتو بلازم يزيد اكتر يبقى دي اللارج ليمفوسايت. طب المونوسايت شبه الكيلية. النواة بتاعتها زي الكيلية. اهي. والسيتو بلازم اكتر. وهي حاجبها اكبر. تعتبر اكبر واحدة فيه. شوفوا هنا الليمفوسايت. الليمفوسايت تقريبا هي كلها نواة اصلا. هو فين سيتو بلازم. حاجر فياع اول بحاجة صغيرة في الاطراف كده بسيطة جدا. دي اسمه الليمفوسايت. دي النواة كيدني شيفت. والسيتو بلازم كتير يبقى دي المونوسايت. نفس الكلام هنا شوفهم النواة شبه الكيلية عاملة ازاي? فيها فيها يعني العادية وكده ممكن فيها شوية نانس بس في الجرانيولز شوية آآ فدي الايه? المونوسايت. دي صورة تانية موضحة شوفوا المونوسايت قد ايه? المونوسايت كبيرة. والنواة بتاعتها في جنبها هي. زي الكيلية. دي ان الخلال مدورة لقد الليمفوساقة لقد والنواة بتاعتها غمقة كده دي الليمفوسايت. دي المونوسايت تانية اهي. نواة بتاعتها شبه الكيلية. والسايتو بلاز كبير كتير. تمام? دي الاربيسيز. دي الصغيرة حاجات الصغيرة دي. دي بقى صورة للبلاتليفز بالاي ام بتاعها عارفين ان هي عيالومير وجرانيولومير والجرانيولومير اللي في النص ده في جرانيولز فيه الجلايكوجين جرانيولز اللي لونها اسود دي جلايكوجين جرانيولز. آآ في هنا آآ جرانيولز انواع تانية الجرانيولز والكلام ده موجود اهو موجودة في الهيالومير اللي برا على الاطراف. بالشكل ده كاناليكولاي موجودة هيت اللي هي الفتحات دي فجوات دي ده كل ده بالاي ام بالاي ام ما فيهاش نواة ولا فيها حيكة طبعا. فيها بس والحاجات دي ما فيهاش اي انواع. اه دي هي. الحاجات الصغيرة دي بتبقى من برا فتحة يالومير ومن نص غمقة جرانيولومير. مال دي مين الاربي سيز بالسنتر الباهد بتاعها. دي صورة تانية موضحة تجمع الخلايا. النوال مفصصة شوفوا هنا خمس فصوصة هي. دي نيتروفيل. موسيتولاز متاحة فاتح. عشان فيه ايزينوفيل وبيزوفيل جرانيولز. دي مين اللي الحبيبات بتاعتها لونها احمر وجميل وفصين كده الفيونكا. دي الازينوفيل البنوت. اللي هنا الحبيبات الكبيرة ووقفة كده الحبيبات غمقة ووقفة على النواة كده ومغطيها. دي البزو فيه. المونوسيت خليه كبيرة اوي شوفوا ايه اكبر خليه فيه. المونوسيت والنواة بتاعيك هشوفو عاملة ازاي شبهة كيلية كده. وسيتولازمة كبير. هنا النواة مدورة. آآ وسيتولازمة حواليها كده. آآ دي اللينفوسيت. الحاجات الصغيرة اوي دي. دي هنا نفس الكلام اللون المحمر ده الحبيبات المحمر دي والنواة آآ بايولوب دي كده. النيتروفيل النواة كده عاملة شبهة بتاعبان كده فصل كده بالمنظر ده. الصغيرة اللينفوسيت انا شوفوه. نواة غمقة جدا وحواليها طبقة ارفيعة من حوالها طبقة دي اللينفوسيت. آآ دي طبعا بالمنظر اللي قد ده. آآ ودي صورة تانية موضحة شوفو الفصيصات الكتير كزا فصل كده للنواة يبقى دي اللي يتروفيل على طول منظرها جميل جدا ويعني مميزة. شوفو النواة عاملة ازاي كزا فصل كده موجود. يبقى دي اللي يتروفيل. والارسوسيت موجودة والصغير اوي دي البلتلت والعملاقة الكبيرة اللي النواة بتاعتها شبه الكليا دي دي المونوسيت. دي صورة للبون مارو ده العظم هو موجود اه دي العظم سبون جيبون بينه وبين بعض في كده فجوات كده بينهم وبين بعض في كافيتي ده في مين النقط اللي شايفينها قدامنا دي البون مارو يبقى في في اللي هي الفجوات البيضة دي النقط اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي عبارة عن في خلايا كبيرة شوية كده الخلايا كبيرة شوية دي عبارة عن ايه عبارة عن ده بالنسبة لبون مارو ده تكبير اعلى موضح اهو موضح ان في اه اللي هو الاجزاء دي اللي فيها جواها كده بصوا كده حس هنا في اهو بلاس سينوسيت بلاس سينوسيت فيها كده واضحة موجودة دي تجويف كده بيمشي كده الحاجات البيضة دي مين اديبوه زايت اديبو سايت او تمام طيب ايه النقط بقى الزرق او اللونها احمر دي دي والوايت ايه اه بلاس سينوس تمام ده بالنسبة اه للصورة دي اه دي خلية هنا يعني بيقول في خلية هنا اللي هي الميجا كاريو بلاست دي هنا خلية دي كده دي الميجا كاريو بلاست خلية كبيرة نواتها كبيرة كده فيها جدا دي زي ما قولنا ودي الكابيلاريز موجودة اللي فيها الكابيلاريز فيها او اسمها بلاس سينوسيت ايه دي所以呢ة دي خلايهية ايه بالمنظر قدامنا خلايع الكبيرة اللي قدامنا دي دي ايه الميجا ايه كاريو سايت تمام ادي ميجا كاريو بلاست النواة بتاعتها شوية دي اكبر منها دي صورة تانية موضحة ادي بالنواة بتاعتها كده. النواة كل ما تبقى فيها فصوص اكتر او متعرجة اكتر واكبر تبقى دي ايه? هتبقى اللي هي دي شوفوا كده? اهي. كل ما تجبر النواة بتاعتها وتبقى كبيرة ومفصصة كده يبقى دي كاريوسايت. اما النواة بتاعتها بتبقى الى حد ما ما امتدورة شوية كده. فدي الميجا كاريو بلاست. يبقى الميجا كاريو بلاست والكبيرة قوي دي الميجا كاريو سايت. دي صورة تانية موضحة. دي ايه? كليا. شبهة كليا يبقى مونو سايت. الحبيبات المحمرة دي هتبقى ايه? الزينوفيل والنواة فصينة هي. حبيبات المزرقة واقفة عن النواة. يبقى البيزوفيل. النواة المفصصة اربع خمس فصوص دي دي نيترو فيه. وكده انتهينا من سكشن عامل بلد الطب بنسويف. ارجو كونوا استفدتم منه. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.